هناك نوعين من الفورماد من قاعة الصور هناك نوع اسمها Vector و Bitmap Bitmap عبارة عن خريطة الصور Vector عبارة عن معادلة أو Equation الكمبيوتر يحسبها بحيث أنه يرسم خط من نقطة إلى نقطة يعني يبقى Equation داخل البرنامج بحيث عن حدد من خوضر نقطة إكس إلى خوضر نقطة إلى سنويات وكيبقى وحجم مثل بيتماب لكن البيتناب عبارة عن بيتسلس في خريطة أو بيتناب هكذا Wirkett وبركات ما بين البيتماب لو سأكبر بيتناب اشهد غيرها كما ترى خطوط ابتداء بيكسل خطوط ابتداء بيكسل كل بيكسل محصول جنب التانية لكي نكون للشكل لكن لو راجعنا للفيكتر نضغط زومنج لا يوجد شيء الضائر 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 لو اشتغلت على Paint Brush أو Photoshop أو أي فورمات تعمل صور غالبا هي تزايف لكن هناك برامج تانية Illustrator Freehand و Corel و Corel بيسايفه فيكتور Flash والبرامج التانية يتعامل مع النوعين من الفورمات لكن Flash يكون أحسن لأنك تشتغل فيه فيكتور أو كل الحاجات التي تشتغل فيها فيكتور إذا أردت كنت أحسن دائما